في بيته غير سعيد بعمله في منافسة بتحطمه متشائب دائماً بعيد عن التفاؤل ما له مرتاح مع بيته ولا من حوله فحياة المؤمن عكس حياة غير المؤمن أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يستوي من استقام على أمره ومن خرج عن أمره أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو في الأخرة من المحضرين مسافة كبيرة جداً بين أن تكون مؤمناً مطمئناً سعيداً موفقاً ناجحاً في سعادة كبيرة وبين أن يكون الإنسان شارداً عن الله لذلك قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الله ماذا قال تعالى؟ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ فِيَنَا لَهُمْ وَلَوْا سَمِعَتْ أُذُنَاكَ حُسْنَ خِطَابِنَا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة درة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسبت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهدتنا شكرا للمشاهدة